يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ الانتداب من العمل رغم أن المنتدب لا يذهب إلى مكان الانتداب وإنما فقط تعتبر مكافأة من المدير المباشر لأنه لا يوجد تحفيز من العمل للموظف فيكافئه مديره بإعطائه هذا الانتداب هذا يحكمه النظام الذي وضعته الدولة فإذا كان هذا يتمشى مع النظام فلا بس أما إذا كان هذا احتيال على النظام وكذب فهو ما يجوز نعم